عبق الزهور وأزكى العطور لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا في قهوة الصباح وهذه المرة عودة إذن للزميل منصور بن ناصر السعدي من ولاية الصحار بمحاولة شمال الباطنة سيكون الربط من هناك فصباحة الخير لك يا منصور وأتوقع راح تحدثني وخديجة والمشاهد الكريم عن مفردات الجمال للمخيمات الشتوية من هناك فإليك الكلمة صباح الخير وصباح النور الأستاذ صيف والأستاذ خديجة صباح الخير أيضا لكل زملائنا هناك في الأستوديو وتحية صباحية للإخوة المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح فعلا الحديث سوف يكون إن شاء الله عن هذه المخيمات الشتوية السياحية هذه المخيمات التي تعتبر إضافة جديدة إضافة مهمة للقطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة بشكل عام وفي ولاية سخار بشكل خاص إذ أن هذه المخيمات أضافت بعدا آخر جديد للحركة السياحية من عدة زوايا الزاوية الأولى أنها تحمل خصوصية معينة للأسر للعوائل فبالإضافة إلى أنها أيضا مخيمات مفتوحة بها الكثير من الغرف التي يمكن أن يستفيد منها الزائرون ويستفيد منها أيضا المحبوء هذا النوع من السياحة الشتوية كذلك أيضا أضافت بعدا جماليا إلى المنطقة بأكملها لا سيما عند المساء فالإضاءة التي تنور والإضاءة التي تحيط بهذه المخيمات السياحية أضافت بعدا جماليا آخر لكل هذا المكان سواء كان هنا في حي الرفع الذي نحن فيه الآن أو حتى في المواقع الأخرى التي تنتشر فيها هذه المخيمات السياحية كذلك أيضا هناك أيضا إضافة أخرى للقطاع السياحي من زوايا عدة بما فيها الحركة التجارية الحركة السياحية ربما أن بعض الحدائق العامة المتنزهات قد لا تحمل ذات الخصوصية بعض المراكز التي تعمل في القطاع التدريبي أيضا استغلت هذه المخيمات السياحية بحيث أنها يمكن أن تقيم دورات تدريبية خلاسيما تلك الموجهة للأطفال من حيث أنها بها أيضا بعض الأمور الخاصة بألعاب الأطفال للمزيد حول هذا الموضوع سرني أن يكون معي في هذا اللقاء الأخ خليفة بن عبدالله المقبالي وهو أحد المستفيدين من هذه المخيمات الشتوية السياحية أخي خليفة بداية صباح الخير ونحييك على فعلا هذه المخيمات التي وضعتموها بطريقة جميلة بطريقة أيضا تروج للتراث ومفردات التراث البدوي العماني صباح النور والسرور أهلا وسهلا شرفتونا هذا اللقاء في هذه المخيمات الجميلة الحقيقة أن هذه المخيمات الحمد لله فيها استقطاب كبير للعوائل والأسر والأصدقاء كذلك أعطت جمالية لهذه المنطقة أو لهذه الولاية وكذلك للسواح الذين يأتون من خارج السلطنة ومن المقيمين كذلك الحمد لله كذلك هي مواقع خاصة ترفيهية للأسر والأطفال وشيء جميل يعني الحمد لله فرصة في الإجازات الشتوية في العطل في الأيام التي فيها حركة سياحية الحمد لله نشطت هذا المكان نشطت تجاريا وسياحيا والحمد لله هذا ما لمسناه من أقبال كبير من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة كيف رأيتم من التفاعل السياح معكم في هذه المخيمات لا سيما خلال فترات الإجازات الأسبوعية والرسمية والله الحقيقة الأقبال في تزايد في تزايد كبير وطلب على هذه المخيمات طلب مستمر هل أيضا وضعتم في بالكم التعريف أيضا الجيل القادم بالمفردات التراثية الخاصة بالحياة البدوية باعتبار أيضا من حقهم أيضا أن يعلموا هذا التاريخ وهذا التراث نعم هو الحقيقة الموجود يعتبر شيء تراثي شيء تراثي عصري في هذا الزمان في هذا الوقت الحمد لله والأغلب الغالبية الزايرين يبدو ارتياحهم من هذه المواقع السياحية والمخيمات التي فيها نوع من التراث نوع من الحضارة كذلك الدمج بين الأشياء هذه وبعض من الأدوات لألعاب الأطفال التي تشجع العوائل وخصوصيتها كذلك توفير كافة الأشياء أو المتطلبات التي يحتاجها الزاير من كهرباء ومن دورات المياه ومن الأشياء التي يحتاجها طبعا الزاير تكون متوفرة في هذه المخيمات والله الحمد أخي خليفة بن عبدالله المقبالي كل الشكر والتوفيق لك على هذه المعلومات وعسى أن تحقق أيضا هذه المخيمات السياحية الأهداف المرجوة من أجل إقامتها وكذلك أيضا لمعرفة الجوانب التخطيطية لبلدية صحار وشمال الباطنة يسرني أن يكون معي أيضا في هذا اللقاء المهندس ناصر بن أحمد الهنائي وهو مدير دائرة بلدية صحار بمحافظة شمال الباطنة المهندس بداية دعنا نعطي المشاهد الكريم فكرة شاملة عن هذا المخطط الذي جاء بناء على دراسات مستفيضة وبناء على تخطيط وليس بطرق عشوائية وبالتالي ظهر بهذا المظهر الجيد الذي سهم في تنشيط القطاع السياحي وأيضا سهم في كذلك تحريك القطاع التجاري أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لكم وجودكم معنا في هذه الولاية والتغطية الإعلامية بالنسبة لهذه المواقع للتخييم كان سابقا تقام المخيمات بشكل عشوائي ارتعينا هنا في المحافظة عن طريق مكتب المحافظة والأخوة المدير العام وبلدية الصحار بالتنسيق مع الإسكان في وضع مخططات مخصصة لهذه المخيمات ودراسة الطلبات الموجودة وقمنا بوضع عدة مواقع لهذه المخيمات حسب الطلب المتوافر سابقا هنا في حي الرفعة ووضعنا مخيمات مثل ما تلاحظ على جهة الشارع على اليمين وعلى اليسار ووضعنا مخيمات هذه هي فقط للاستخدام العائلي والشبابي بدون ما يكون فيها مستخدم تجاري ووضعنا نفس الشيء خدمة لهذه المخيمات مخطط التجاري في الجهة المقابلة قريب من الشارع وبعيد فقط عن هذه المخيمات بمسافات حدود تقريبا 200 متر مخطط التجاري في الجهة المقابلة يخدم هذه المخططات ويخدم القادمين إلى هذه المنطقة سواء لاستخدام هذه المخيمات أو للجلوس في أماكن معينة في المساء حسب ما تلاحظوا يكون هذا الموقع مزدحم مساء بعضهم يحبوا مثل ما تقول البر يقلسوا بدون خيام وبعضهم يحبوا داخل الخيام فالكل شيء يكون إن شاء الله متوفر توجد بعض نفس الشيء مخيمات في مسيال السدر موجودة هناك تقريبا 15 مخيم 15 موقع والمنطقة هذه بثبت الطلب عليها كان مخيمات موجودة هنا في هذه المنطقة 26 مخيم وفي الجهة المقابلة حددنا مساحة وكان فيها طلبات كثيرة حوالي تتسع لخمسين مخيم نفذ منها تقريبا للحين 42 مخيم المخيمات التجارية نفذ منها حاليا ثنين مخيمات وفي طلبات لاستثمار هذه المواقع ولله الحمد المهندس ناصر بن أحمد الهنائي مدير دائرة بلدية صحار بمحافظة شمال الباطنة كل التوفيق لكم إن شاء الله ونرجو أن تحقق هذه المخيمات إضافتها الجميلة لولاية صحار بشكل خاص ومحافظة شمال الباطنة بشكل عام وهذا واضح طبعا من خلال عند فترة المساء هناك ازدحام شديد جدا على هذه المخيمات وإقبال أيضا عليها سيمة وأنها أيضا مطاعمة ببعض الخدمات كبعض المطاعم والمقاهي لذلك ترتأي الأسر العمانية والأسر أيضا المقيمة التي تستفيد من هذه المخيمات هذه المخيمات بالدرجة الأولى باعتبار أنها تحمل خصوصية ربما أكثر عن الحدائق والمتنزهات العامة أخي صيف نعم شكرا لك الزميل عزيز منصور بن ناصر السعدي وشكرا كذلك أيضا لضيفك الكريم حدثنا من ولاية صحار بمحافظة شمال باطنة عن مفردات الجمال للمخيمات الشتوية السياحية ما زل معكم في قهوة الصباح وبعد قليل سيكون إن شاء الله تعالى معنا الفقرة القانونية فخلوكم معنا